بنبرة الاتهام المباشر والصريح خطبت وزيرة تربية الوطنية المفتشين المكونين ترسم لاسات ذات الجدد يكون وفق المؤهلات وطريقة تلقين التلميذ للدروس لترسما اجتماعيا تغلب فيه العاطفة على حساب جودة التعليم مسؤولية تعلج جودة التعليم مرتبطة بقوة بعملية المفتش ماذا يرسم؟ ماذا يرسم؟ صبحت عملية الترسيم عملية اجتماعية خبزة ومسكين اكتبا اكتبا يعني فقدنا الجانب البيداغوجي معناتها لما نوضف نوضف لفائدة التلميذ ولما نوضف نوضف الاعسل للتلميذ بدون مقدمة وجهت الانتقادات للمفتشين الجدد وحتى القدامة ترسم الاستاذ الجديد حسب تمكنه من التحكم في البرنامج وهذا لقطع الطريق امام المحابة في التوظيف بقطاع التربية الوطنية في التربية اللي راح مربي اللي راح تربوي بيدير سوسيال ونظن وزير التربية الوطنية توليح مرة اخرى لان اذا رسمنا استاذ او معلم وما عندوش القدرة وما عندوش امكانيات راح جيل كامل يهردو 60% من الاسادة اللي راح موضفين جاءوا مباشرة من الجامعة بدون ان يمروا عن مدارس عرية السيدة معناها لم يكن لهم تكوين الكافي عبارة ما نقطعس الخبزة على واحد ونهرد جيل كامل انا نفضل نحي الخبزة وربي ولي نحي يمد الخبزة ونحافظ على جيل حفلة الترسيم ومأدوبة الافطار لساتذة الجدد النجاحين في مسابقات التوظيف انتهى عهدها ولكن الحقيقة ظاهرة للعيان ومنذ سنواز المحسوبية موجودة في المدرسة العل وعسى تنتهي فعلا ودون عودة هذه المرة اشتركوا في القناة